وبشأن الحلول الاقتصادية الترقعية التي تتبعها الحكومة في بغداد لمواجهة أزمة الغلاء التي تضرب البلاد ينضم إلينا عمر الخط الهاتفي من عمان الأكاديمي والباحث الاقتصادي الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود مرحبا بك معنا أهلا ومرحبا عندي دكتور موجد غلاء غير مسبوقة تضرب الهراق في ظل تضخم كبير أطاح بالطبقة الوسطى وطحن الطبقة الفقيرة إنجزت تعبير إلى ماذا يمكن إرجاع أسباب هذا الغلاء في العراق وهل هو نتيجة فشل في السياسة الاقتصادية للحكومة أم أن الحكومة وأطراف ما تتعمد أن يصل الشعب العراقي إلى هذا المستوى من الفقر والبطالة بسم الله الرحمن الرحيم أن واقع الشعب العراقي في ظل هذه الحكومات المرتلكة في مختلف ملفات الحياة الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وإلى آخره من الملفات المرتبطة بحاجة الشعب نجد أن موجة الغلاء كان أحد العوامل الرئيسية فيها هو تخفيض الدينار العراقي قياساً بالدولار أي بمعنى أن تصحيط قيمة الدولار أمام الدينار العراقي نعم أضعف القدرة الشرائية الحقيقية إلى المجتمع العراقي وبذلك أدى هذا الأمر إلى توجه الجشع الذي يمتلئ به بطون العاملين في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية إلى رفع الأسعار وأدى ذلك إلى عدم إمكانية الطبقات الوسطى والفقيرة إلى تحقيق متطلبات الإشباع للحاجات الضرورية كالمأكل والملبس نعم إذن هذا يعني دكتور ما تفضلت به أننا أمام سياسات نقدية فاشلة بالتوازي مع السياسات الاقتصادية الفاشلة ماذا نفهم من ذلك؟ الحقيقة السياسات المالية والاقتصادية بمختلف أبعادها سياسات خافئة ومتلكئة وغير قادرة لإنقاذ الشعب العراقي من هذه الأزمات الكارثية التي يمر بها في مختلف مجالات الحياة التي يعيشها الشعب العراقي فتراه أدى إلى تفاقم الفقر والبطالة وعدم توفير المستلزمات الخدمية العامة والاجتماعية في داخل المجتمع وبالتالي تدهور الطبقة الوسطى التي يفترض أن تنمى وتخفض في هذا المجال الطبقات الفقيرة وأصبح الفقر متقعا والفقر مهلكا والفقر كما أشار أحدهم لو ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك نعم دكتور هذا الفقر وهذه البطالة وهذه السياسات الفاشلة التي وصفتموها يحاول بعضهم أن يتغلب عليها من خلال إجراءات لا أعرف كيف يمكن أن تصفوها من الناحية الاقتصادية على سبيل المثال ما طالب به حاكم الزامل بإعفاء المواد الغذائية والخضروات والفواكه من التعرف الجمهورية هل ترون أن هذا الحل يمكن أن يحل أزمة الغلاء الموجودة هل هو حل جذري أم أنه التفاف على المشكلة لا هذا في الواقع إجراءات ترقيعية لا تحل المشكلة أو المعظلة الحقيقية التي يعيش بها العراق سيما وأن الموارد المتوفرة له الآن في ظل الارتطاع الحائل بأسعار النفط يستطيع بحيث وصلت إلى 120 دولار في حين أن الموازنة كانت على مستوى 45 دولار للبرميل يعني أكثر من نصف هذا المبلغ الفائض والكبير ممكن أن توفره الدولة إلى زيادة مثلا الحصة التموينية إعطاء نقود إلى جانب الحصة التموينية لا هم تلجأ إلى أسلوب تقليص الحصة التموينية البطاقة تقليصها إلى نصفين وإدعاءهم بأن هناك حصتين غذائيتين في شهر رمضان نعم الواقع الحكومة الآن منذ 2003 وتعاقب الحكومات المتتالية على أو المسلطة على رؤوس المجتمع العراقي ليست رجال دولة وتستطيع أن تتحكم نعم بتوجيه الاقتصاد وإدارة الدولة بشكل سليم وإنما رجال جبلوا على الفسعد وسرقة أموال الدولة بدل من توظيفها وتوجيهها إلى خدمة المجتمع العراقي إلى متى يمكن للمجتمع العراقي أن يحتمل دكتور كل هذه المشكلات الاقتصادية والنقدية التي لم يعد بمقدوره تحملها في الأونة الأخيرة والله يعني حقيقة هذا العمر أقوله وكما أشار إليه الإمام علي بقوله عجبت لمن يبيت جائعا ولا يستل سيفه يعني الجائع لا يمكن أن يحتمل لأن الله سبحانه وتعالى قد وضع أو أقصد أشار إلى عبادته فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الآن لا الشعب مطعم من الجوع ولا آمن من الخوف فبقاعه دون إشار سيفه يعتبر وضعا مزريا ولا يحقق أهداف المجتمع العراقي الأجيال الحالية منتهية وأجيالنا القادمة ستعاني وتعاني من جراء هؤلاء الذين يعملون لمصلحة أسيادهم في أميركا وإيران أشكرك جزيلا الأكاديمي والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان ترجمة نانسي قنقر